موسيقى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مشاهدي الأكارم في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من نداء الشريعة نداء اليوم عن الاستقامة والاستقامة أمر أمر الله عز وجل به في كتابه وجاء الأمر مفردا أو موجه إلى المفرد وموجه كذلك إلى المثنى وموجه إلى الجماعة قال تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وقال سبحانه فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الآية قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وقال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين والمؤمنون أيها الإخوة الكرام يهتفون صباح مساء بقولهم اهدنا الصراط المستقيم ونحن نقرأ فاتحة الكتاب على الأقل سبع عشرة مرة كل يوم نقول فيها اهدنا الصراط المستقيم وربنا تباركت أسماؤه يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقال سبحانه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله والقرآن أيضا يمتدح أهل الإيمان بقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم إلى آخر الآيات الكريمات والآيات كثيرة في كتاب ربنا عز وجل تتحدث عن الهداية إلى الصراط المستقيم ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا يأمرنا في أكثر من حديث من أحاديثه الشريفة صلى الله عليه وسلم بالاستقامة قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه ابن ماجة وأحمد ويعني سنده صحيح وعن سفيان بن عبد الله البجلي أنه قال قلت يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم وانتبه معي أيها المشاهد الكريم لهذا المعنى قل باللسان ويعتقد القلب الجنان قل آمنت بالله ثم استقم معنى استقم يعني تكون على الاستقامة على النهج القوين لم يقل له ثم صلي ثم صم ثم افعل كذا أو كذا كلمة واحدة جامعة مانعة ثم استقم عرفت فالزم هذا المعنى هو معنى الاستقامة أن تلزم الطريق التي عرفت أنها ترد المولى تبارك وتعالى قال قل آمنت بالله ثم استقم ونحن مأمورون أيها الأحباب الكرام أن نأتمر بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فيعني اتمروا به وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم يعني أنا أبذل يعني طاقتي وقوتي في أن أتقي الله عز وجل دائما وإن زلت قدمي وإن وقعت مرة في معصية فأعود عودا حميدا وعودا سريعا إلى حظيرة الإيمان لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تعمل العمل وتقوم الليل وتصوم الوصال في الأيام المتتالية ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل المقاربة معناها القصد الذي لا غلو فيه والسداد معناه الاستقامة والإصابة إذن قاربوا وسددوا يعني قدر ما تستطيع في حياتك الدنيا أيها الأخ الكريم وأياتها الأخت الكريمة أبذل ما تستطيع من سبل الطاعة والالتزام بنهج الله تبارك وتعالى وإن زلت قدمك وهذا شأن ابن آدم عد سريعا واستغفر الله مما وقعت فيه والله تبارك وتعالى يتوب على من تاب إخواني الكرام يؤمن الشخص المسلم أن سعادته في الدنيا والآخرة موقوفة دائما على مدى تأديب نفسه وتهذيبها وتطييبها وتزكيتها وتطهيرها كما أن شقاء النفس منوط بفسادها وتدسيتها وخبثها وذلك لقول الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها المفلح الذي يزكي نفسه ويطور من نفسه دوما ويجتهد في من طاعة إلى طاعة أخرى يرقى في سلم الإيمان درجة بعد درجة أما عكسه فهو الذي يغرق في وحل الرذيلة وفي المعصية ولذلك وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين الذي على هدى كأنه ظاهر أمام الناس يعني يبرز هكذا درجة فدرجة حتى يكون على القمة بما فتح الله له من آفاق الطاعات أما الآخر فينغمس في الضلال ويقع في حمأة الرذيلة من خطأ إلى خطأ ومن معصية إلى أخرى فيقع فيما يغضب الله تبارك وتعالى إذن المؤمن حريص على التمسك بأسباب الاستقامة على المنهج القويم لماذا؟ لتسلم له حياته الدنيا وليسعد كذلك في آخرته بعد عمر طويل وحسن عمل وحسن ختام الاستقامة ترقى بالإنسان وتصل به إلى الذروة من الكمال وتحفظ عليه عقله وقلبه من أن يتطرق إليهما ألوان الفساد وكذلك تصون نفسه من التردي في حمأة الرذيلة ووحلها ما معنى الاستقامة؟ الاستقامة لزوم طاعة الله تبارك وتعالى كلمة جامعة مانعة يعني هذه من جوامع الكلم وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة ما ترى إنسانا مستقيما إلا يكرمه الله عز وجل في أعين الناس إذا استقام على الجادة إذا استقام في خلوته وإذا استقام في جلوته إذا استقام وهو وحده بين أربعة جدران وإذا يعني أيضا يستقيم حين يكون على الملأ بين الناس جميعا فالكلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كلمة استقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين وهي القيام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد أنا قلت إياك نعبد وإياك نستعين أكون صادقا وأعاهد ربي على هذا الصدق وعلى هذا الفعل دائما فالوفاء بالعهد وحقيقة الصدق على متان من علامات الاستقامة الحقيقية للإنسان والاستقامة متعلقة بالأقوال ومتعلقة بالأفعال ومتعلقة بالنيات يعني أنا أقول كلاما فلا بد أن يكون كلامي موافقا لفعالي وأفعل فعلا أيضا لا يتنافى مع الدين ونيتي في داخلي دائما نية طيبة يعني الإنسان إذا لم يستطع أن يفعل فعلا حسنا أو أن يقوم بعمل من الأعمال الصالحات فعلى أقل تقدير يكون عنده نية طيبة أن يعمل وفي هذا الحديث عجيب أيضا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله في هذا المال حقه يعتق الله عز وجل فيه يصل فيه رحمة ويؤدي حق الله في هذا المال فهو بيأطيب المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل أخي فلان من المال لفعلت مثله فهو صادق النية فهو ونيته فأجره ما سواء الرجل الثالث يعني رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فيفعل الموبقات لا يعرف لله حقا ولا يصل راحما ولا يفعل فعلا من أفعال الطاعة فهو بأخبث المنازل الأخبث منه رجل رابع يتمنى ليس عنده علم وليس عنده مال ولكن يتمنى أن يكون عنده مال ليفعل مثل ذلك الخبيث فيعيث في الأرض فسادا فهو صادق النية فوزره ما سواء يعني الأولان لأن أحدهما يفعل ويبتغي وجه الله عز وجل بعمله وهو مستقيم على الجادة هو بيأطيب المنازل الذي يشبهه دون أن يفعل شيئا حركته نية صادقة بعثت في نفسه أن يكون مثل هذا الأخ في إنفاقه على اليتامى على الفقراء على بناء المساجد على طلبة العلم على بزل المعروف هنا أو هناك فيتمنى أن يكون مثله صادق النية فأجرهما سواء إذن الاستقامة سلوك الطريق المستقيم من غير تعريج يمنة أو يسرى وذلك بفعل الطاعات كلها وترك المنهيات كلها ولكن بين قوسين أؤكد نحن بشر وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ما معنى هذا؟ معنى أنني يعني ألزم الطاعات قدر ما أستطيع وأجتنب المنهيات قدر ما أستطيع فإن قصرت في طاعة من الطاعات استغفرت الله عز وجل ونادمت على أن فاتني خير كثير وإن وقعت في وحل الرذيلة أتوب إلى الله وأستغفره وأسأله أن يثبتني على الحق وأن يبعدني عن الباطل أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد فمتى استقام على معرفة الله وخشيته وإجلاله عز وجل ومهابته ومحبته والتوكل عليه تبارك وتعالى والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته المهم القلب فالقلب ملك الأعضاء وهي جنوده إبقى القلب هو الأصل القلب هو الملك وسائر أعضاء الجسد هي جنود تابعة لهذا الملك فإذا استقام الملك استقامت الجنود والرعاية هل القلب وحده؟ لا إنما أيضا أعظم ما يراعى استقامته بعد القلب هو اللسان لأنه ترجمان القلب والمعبر عنه ولهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في استقامة القلب واستقامة اللسان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه كأنه فيه يعني ربط بين القلب واللسان وانا الكلمة التي على اللسان كأنها معبرة عن إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فينطق الإنسان بما في قلبه حديث طبعا رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله لذلك تجتمع أعضاء الجسد والجوارح على اللسان كل صباح حين يصبح ابن آدم تقول له هذه الجوارح اتق الله فينا فإنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوجدنا اعوججنا سبحان الله اللسان هذه القطع الصغيرة من اللحمة هذه التي تورث صاحبها حصادا حلوا يرقى ويرفل به في جنات النعيم أو تورثه ذلا ومهانة تكون سببا في شقائه في دركات الجحيم عياذا بالله من ذلك اتق الله فينا فإنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواه الترميذي من أسوتنا أيها أحبة الكرام في كل شيء في حياتنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كان أحب الدين إليه صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أدومه وإن قل أو ما داوم عليه صاحبه أحب الدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تقول مثلا أنا أصلي ركعتين اثنتين كل ليلة بعد أن أصلي العشاء في المسجد وأصلي ركعتين السنة قبل أن أنام أصلي ركعتين اثنتين ثم أوتر بركعة واستمر على هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل ركعتين بعضنا ممكن يقول لا نبي قوة سأصلي إحدى عشرة ركعة فيصلي يوما اثنين في السالس تمانية في الرابع ستة في الخامس اثنين في السادس أو السابع ربما يكسل عن الصلاة لكن لو صلى ركعتين واستمر عليها أو عليهم مدة ثم حاول بركعتين أخرين واستمر عليها مدة أدومه وإن قل أنا لا أستطيع أن أصوم إلا ثلاثة أيام في الشهر الأيام القمري عظيم جدا أنا أصوم اثنين وخميس لا أنا أبي قوة سأصوم يوما ويوما يوم أفطر ويوم أصوم سيدنا ابن عمر قال هذا أو ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنه وعن أبيه النبي قوة يا رسول الله قال صوم أحب الصوم إلى الله صيام داود يوم أفطر يوم وصوم يوما لكن يعني قال في آخر أيامه ليتني أخذت برخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يدفع الشاب لون من ألوان الحماس مقبل على الله عز وجل كان يعني عاصيا ثم تاب يريد أن يعوض فربما ينكب كبابا على الطاعة ثم بعد ذلك يحدث له لون من ألوان الفتور فيتراجع هذا التراجع ربما يؤدي به إلى أن يترك هذا العمل الصالح الذي كان يعمله لذلك أحب الأعمال إلى الله أدومه وإنقله أنا لا أستطيع أن أتصدق كل شهر من راتبي مثلا بمئة جنيه لكن يمكن أن أتصدق بعشرة جنيهات قليلة بعشرة ريال بدينار واحد مثلا بذرهم أستطيع أن يعني أتصدق برقم قليل لكن أثبت عليه أداوم عليه ربما هذا القليل الذي في نظري يكون كثيرا عند من يأخذه لكن تصدقت مرة بمئة بألف ثم بعد ذلك انقطعت تماما عن التصدق الأفضل أن يكون لي عمل أداوم عليه في الصلاة في الصيام في القيام أنا أستطيع أن أقرأ القرآن كله في يوم وليلة كما كان بعض الصلف يفعل فيشق على نفسه ثم بعد ذلك يفطر ويترك تلاوة القرآن يا أخي اقرأ القرآن في شهر اقرأ القرآن في نصف شهر اقرأ القرآن في أسبوع لا يفقه القرآن من يقرأه في أقل من ثلاث يعني أقل من ثلاثة ليالي إذا يترك نفسه أو يشغل نفسه بالتلاوة صباحا مساء في ثلاثة أيام حتى ينهي القرآن الكريم تلاوة الواجب إذن أن نحافظ على الأعمال الصالحة فروضا ونوافل وليكن لكل واحد منا خبيئة بينه وبين ربه ما هي أنا لا أعلم كل واحد عنده في حيه في منطقته في عائلته في حياته في مدرسته في مصنعه في مؤسسته عنده ما يراه بعينه ويعلم أن هذا فقير محتاج أو أن هذا مسكين يعني بحاجة إلى كذا أو كذا من أمور الحياة ليفعل إن كان عنده قدرة مادية ما عنده مادة لكنه عنده وقت يستطيع أن يبزل شيئا من هذا الوقت في خدمة بعض الناس المحتاجين إلى خدمات في إعانة كبار السن هنا أو هناك إذن ليكن لك خبيئة أيا كانت هذه الخبيئة كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يذهب إلى امرأة عجوز في أقصى المدينة يعد لها طعامها وربما يغسل لها بعض ثيابها عجوز عمياء كان سيدنا عمر يتتبع أبو بكر ويريد أن يعرف يعني إلى أين يذهب بما يسبقنا أبو بكر يعني إلى الجنة وبالطاعات صديق رضي الله تعالى عنه فلما تبعاه يوما دخل خباءا ثم خرج منه فدخل عمر بعد ذلك فوجد امرأة عجوزا ما يفعل عندك هذا الرجل يا أمه قالت يعني يصلح شأني ويعد لي طعامي أو كذا أو كذا إذن أنت تستطيع أن تخدم قدر ما يعينك المولى تبارك وتعالى لإنسان كبير في السن أو أنت تخدمين امرأة كبيرة في السن قريبة منك من العائلة أو جارة أيا كان المهم أن يسعى أحدنا إلى أن يكون له خبيئة بينه وبين الله تبارك وتعالى سئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن الاستقامة ما هي قال ألا تشرك بالله شيئا عايز تكون مستقيم تود أن تكون مستقيما تريد أن تعرف أن هذا صراطي مستقيما التوحيد تلزم توحيد الله عز وجل إياك وأن تعمل عملا فيه شبهة شرك بالله عز وجل طبعا الشرك أنواع منها شرك الرياء يعني أن يعمل الإنسان عملا في ظاهره طبعا عمل صالح وطيب من صلاة من صيام من طاعة أيا كانت الطاعة لكن لا يرجو يعني الله بها وإنما يرجو ثناء الناس فهذا يعمل عملا خطيرا جدا هذا ممن يظنون أنهم يحسنون صنعا في حياتهم ولكن العمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني لا قيمة له لماذا لا قيمة له لأنه لم يخلص فيه لله عز وجل فالاستقامة بتعريف أبي بكر رضي الله عنه ألا تشرك بالله شيئا طيب هناك من يشركون بأن يعبدوا أصناما بأن يعبدوا بوذا بأن يعبدوا بعض الحيوانات أعزكم الله أو الحشرات أو ما شابه هؤلاء هناك من يعبدون بشرا من خلقه هناك من يقولون أن الله ثالث ثلاثة هناك من قالوا عزير بن الله أنت أيها المسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتستقيم على معانيها وتجتنب يعني نواقضها حتى لا يعني تقع في فخ يعني الشرك عيضا بالله الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فسر الاستقامة تفسيرا آخر قال أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب وهذا حال كثير مننا للأسف الشديد الأمر والنهي أمرك الله وأقيم الصلاة إذا صلى من يصلي فإنه ربما يصلي يعني صلاة الروتينية يعني عايز ينتهي من الصلاة يعني يخرج من الصلاة كما دخل فيها ما أثرت فيه أقيم الصلاة الأمر والنهي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون مثلا حتى يستمع إلى النواهي كلها من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيلتزمها يبقى الاستقامة معناها أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب تفعل مرة وتترك مرات مثل الذين يصلون على سطر ويتركون أسطورا أخرى يقول لك الصلاة والله مش مش يعني مش موازب أوي مش ملتزم جدا ليه لماذا لا تلتزم الصلاوات الخمس لا تستغرق منك خمسين دقيقة في 24 ساعة على مدار اليوم كله الصلاة لا تستغرق من الإنسان عشر دقائق لا تستغرق ربما إذا توضأ ودخل في الصلاة ينهيها كل هذا لا يستغرق عشر دقائق أين أنت هذا أمر الله عز وجل سيحاسبك عليه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلحت سائر عملي وإذا فسدت فسد سائر عملي لأنه لو صلى أحدنا الصلاة كما يحب ربنا ويرضى ستؤثر فيه ومن ثم ستثمر طاعات أخرى بعد ذلك من سيصلي ويحافظ على الصلاة سيغض بصره سيحفظ لسانه لن يفعل شيئا مما يغضب الله وإن وقع في المعصية هو يعلم أن الله تعالى تواب يتوب على من تاب أيضا الشعر يقول كل يوم تتلون غير ذلك بك أجمل كل يوم تتلون غير ذلك بك أجمل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قال إحنا كأننا نأخذ بالخلفاء الرشدين أبو بكر قال ألا تشرك بالله شيئا عمر رضي الله عنه قال تستقيم على الأمر والنهي ولا ترغر وغان الثعالب عثمان رضي الله عنه قال استقاموا أخلصوا العمل لله إذن أبو بكر قال لا تشرك بالله عثمان يقول أخلص العمل لله يعني حرر العمل خلصه اجعله خالصا لله تبارك وتعالى لا يكون فيه لأحد من غير الله تبارك وتعالى أي شيء سيدنا علي قال الاستقامة أداء الفرائض الفرائض كلمة جامعة الفرائض يعني الصلوات الخمس الفرائض يعني الصيام الفرائض يعني أداء الزكاة الفرائض يعني فريضة الحج إذا كان عندك المال وعندك الاستطاعة الفرائض تؤدي مفترض الله عز وجل عليك إذن تكون مستقيما على الجاد الحسن البصري رحمه الله يقول استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته إذن معاني الاستقامة كما ترون أيها الأحباب الكرام تدور على الإخلاص لله تعالى وعدم الإشراك به ولزوم الطاعة واجتناب المعصية قال بعض السلف أو بعض العلماء لا ينبغي أن يكون حال الرجل كحال الكلب مع السبع يأتي الكلب إلى السبع فيقول يا ملك الغابة غير لي اسمي فإن اسم كلب يعني اسم قبيح فيقول له السبع إذن خذ هذه القطعة من اللحم واحتفظ بها إلى آخر الليل فإن احتفظت بها غيرنا لك اسمك فإذا كان عند الظهيرة بدأ الجوع يأكل في هذا الكلب اشتد به الجوع فنظر إلى قطعة اللحم ثم قال كلب 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 اسم جميل ثم التهم قطعة اللحم وأكله فلما كان الليل ذهب أو أتى إلى الأسد أو السبع وقال له غير لي اسمي قال أين قطعة اللحم قال أكلتها قال أتمناك على قطعة لحم أو على يعني شيء يسير بعض يوم فلم تستطع أن تحافظ عليه فكيف نأتمنك على هذا الاسم الجميل كيف نأتمنك إذن من عرف طريق الله لزمه وهذا مما يأخذ بيد الإنسان إلى ما فيه رضا الرحمن سبحانه وتعالى الإمام بن القيم أيها الإخوة الكرام يقول الاستقامة لزوم المنهج القويم ويعني إن كنا ذكرنا طرفا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فنختم بحديث النواسي بن سمعان حديث النواسي بن سمعان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط المستقيم هذا صوران بينهما أو فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داعٍ يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداعٍ من جوف الصراط يدعو فإذا أراد أحدهم أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه يعني تدخل من هذه الأبواب والصراط هو الإسلام والصوران هما حدود الله عز وجل والأبواب المفتحة هي محارم الله تبارك وتعالى وذلك الداعي على رأس الصراط هو كتاب الله سبحانه وتعالى والداعي فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم حديث رواه الإمام أحمد فانتبه إلى معنى هذا الصراط والصورين الذين يحطان به وهما المحارم وهذه الأبواب وهذه السطور المرخاه لا تلج هذه المحارم يعني قدر ما تستطيع أبعد نفسك عنها حتى لا تقع في معصية المولى تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام الاستقامة لها فوائد عظيمة جدا منها أنها من كمال الدين ومن حسن إسلام الإنسان وبها ينال المرء المكرمات ويصل بها إلى أعلى المقامات استقامة القلب يعني تؤدي إلى استقامة الجوارح استقامة القلب تأخذ بسائر الجوارح إلى الاستقامة لأن القلب يراعي الله عز وجل في كل عمل يقوم به والمدومة عليها أفضل من كثير من الأعمال التي يتطوع بها الإنسان أحيانا فيكثر منها ثم بعد ذلك يتركها بالكلية وصاحب الاستقامة يثق به الناس ويحبون معاشرة لما يرون فيه من أمارات الالتزام والانضباط في حياته اليومية الاستقامة أعظم الكرامة وهي دليل اليقين ومرضات رب العالمين أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستقيمون وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة